التوحيد هو أوجب الواجبات و أول الواجبات و دعوة الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة التوحيد الربوبية وتوحيد الأولوحية وتوحيد الأسماء والصفات التوحيد الربوبية تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله التوحيد الربوبية تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله التوحيد الربوبية تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والدن لاء ندعو إلا الله لاء اعبد إلا الله لا أصلي إلا لله لا أستعين إلا بالله لا أخاف إلا من الله لا أذبح إلا لله كل العبادات لابد أن تكون لله من صرف منها شيئا ولو شيئ يسير ولو مرة واحدة في حياتي سجد لغير الله هذا شرك أكبر لابد أن أخاف من الشرك نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه لابد أن الله سبحانه وتعالى لنعبد الله سبحانه وتعالى لا شرك أثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسي في كتابي أو على لساني رسولي صلى الله عليه وسلم في السنة مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثرت الخلق الله سبحانه وتعالى تكلفظه الله سبحانه وتعالى عن سنة يوجد لنخلقه سبحانه وتعالى عن هناك setting الله تعالى تلك الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة